في الفيديو ده خلينا نشوف سوى ازاي عملت التأثير بتاع الاسبري ده في اخر بروجيكت نزلته يلا ده الاريجنال فايل بتاعي هو مفهوش حاجات معقدة بتطير هو كل اللي فيه ان احنا عملنا انيميت ليه الجزء اللي فوق دوت بتاع الاسبري واستعملت كلونر ويميتر علشان نعمل الافكت بتاع الاسبري نفسه اللي كان بيطلع في شكل الكور الصغيرة خلينا نروح البروجيكت تاني هندوس V Scenes Untitled 2 خلينا نكتب ان احنا ننزل سفير هنصغر الراديس بتاع السفير نخلي 10 سنتي بعد كده احنا دايسينا على السفير هندوس Alt وننزل Cloner هنقلي المود بتاع الكلونر object بعد كده هنروح لقائمة simulate ننزل تحت عند particles ونختار emitter legacy هندوس الاول اللي عمل rewind ونعمل play هنلاقي الشكل ده هنبقى محتاجين ان احنا نعلي first rate في viewport وفي renderers هنكتب 500 في الاثنين وهندوس F A عشان play هو ده الى حد المشكل اللي احنا عايزينه بعد كده لو بصينا احنا طبعا مش هايزينه يفضل يطلع بمسافه جديره واحنا عايزين زي shot كده في كذا فرين احنا هنقوله عليهم فممكن نعمل كده من خلال start emission و stop emission هنحدد له الفتره بتاع الفريمات اللي هو هامل فيها emit فلينا نكتب هنا في stop emission من 10 فهو من 0 هيفتدي يعمل emit لحد 10 frames بعد كده يقف هندوس F 8 هنلاقي عندنا حاجه بالشكل ده اعطاك الدول قليلين شوية خلينا نزود الاستطيع لشان يبقى عن 20 frames بعد كده هندوس F 8 نعمل play نلاقي عندنا الشكل ده ولو بصينا هنلاقي في حاجه اسمها speed دي السرعة ممكن نعليها لحد 300 سمت وندوس play هنلاقي عندنا البرتكلز بقت اسرع بالشكل دوت ممكن نعلي البرجيشن خلينا مثلا على الحد 40% في عندنا بردون ممكن نعمل نفس الكلام بتاع rotation وفي عندنا حاجه زي end scale خلينا نعمل rewind عشان نشوف احنا عملنا ايه خلينا عندنا حاجه بالمنظر ده علشان نوصل للشكل بتاع ان البرتكلز كانت بتفتح شوية وهي طلعه هنروح لي المتر اللي هي التاب ديت هنلاقي في حاجه اسمها الاول type هنلاقي في sizes هذه اللي هي زي ما احنا شوف انجدال x و y بتاع المتر نفسه بعد كده عندنا الانجلز الهوريزونطل و البرتكلز خلينا نكتب في الهوريزونطل 15 و في البرتكلز برضه 15 بتاكد نعمل rewind و بعد نعمل play لا عندنا حاجه بالمنظر ده خلينا نبص من الجنب زي ما كانت الكاميرا حطوطة في السين الاساسي نعمل rewind و بلوس play لا عندنا حاجه بالشكل ده لو احنا راضيين عن الكلام ده فتمام نعمل الشرطين هتدي نعدل الانجلز دي يعني نزود او نقلل يعني ممكن نزود البرتكلز مثلا نخليها 30 ندوز shift f عشان نعمل rewind و بعد ندوز shift f عشان نعمل play يعني اعتقد كده احلى شوية او على حسب زي ما احنا نحب اعتقد كده كل ده مش عاجبنا فيه مود تاني اللي هو الكون فيه انجل واحدة بتاعت الhorizontal ممكن نخلينا سانة 25 ندوز play لابعندنا حاجه بالمنظر ده دلوقتي كل اللي احنا نحن نغير البرامترز اللي هي الانجلز والحاجه دي لحد ما ننصل للشكل اللي احنا عايزين دلوقتي هندوز shift f عشان نعمل rewind بعد كده هنرجع لي الكلونر وتحت tab بتاعت object هنلاقي فيه البرامتر دل هنا و هناخد اي تروجر دي و نختار المتر و بعد كده هندوس f 8 عشان نبلاي طبعا نلاقي احنا نقلل radius بتاع السفير ممكن نقلل radius دل حد 5 طبعا عندنا حاجه بالمنظر ده ممكن نزود بردو ان احنا نعلم على الكلونر و نروح على قائمة موجراف بعد كده effectors و ننزل random effector هنشيل position اللي احنا عايزين scale و يبقى uniform scale و نحط point 5 و يطلع عندنا حاجه بالمنظر ده خلينا نريويند و بعدين اللي فتبقى دي المتيجة النهائية عندنا و بس كده اتمنى اكونوا استفدتوا حاجه و اشوف كل مرة الجاي